فيديو صادم من لبنان يظهر سحلة كلب في أحد شوارع بلدة كفر حزير بشاحنة كانت تجره بحبل انتشر الفيديو بشكل سريع جدا على السوشيال ميديا وسط مطالبات بمعاقبة الفعل غردت غينا مدافعة عن حقوق الحيوان بغضب مجرم من مجرميها المجتمع السادي المريض شهد اليوم يمارس سادية قرب إشارة كفر حزير هالأزعر من دون لوحة خلفية ما لآميني وقفوا يمكن لأنه متأكد أن الأزعر أقوى من الدولة افتحوا تحقيق كرمال قانون السير مش كرمال قانون الرفق ولذوي الضمير رتويت ساعدوا نوصلوا والأعلمية اللبنانية رابعة الزيات كتبت التوحش بأبشع سورة أوقفوا هذا المجرم الأعلمي اللبناني نشان نشر الفيديو الصادم على حسابه عن انستجرام وعلق قمة الحقارة والمصور عديم الرحمة هل يعاقبون كيف يعاقبون حتى مصور الفيديو تعرض للنقد من المغاردين كيف أنه لم يتدخل لإنقاذ الكلب المسكين قال جمال فيض هنا ولي عم يصور ما معه زمور ما بيقدر يتجاوز السيارة ليعترضها ويوقفها على قليل يمكن يكون الكلب قفز دون انتباه السائق يلي يبدو من سرعته أنه يعرف تماما ماذا يفعل شاركونا بأرائكم هل توجد في مجتمعاتنا العربية ثقافة احترام الحيوانات والرفق بها أم أن الأغلبية تعذب الحيوانات مثل صحاب الفيديو اشتركوا في القناة